بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين أسعد الله أيامنا وأيامكم بذكرى ميلادي كريم أهل البيت الإمام الحسن المشتبى عليه السلام رزقنا الله وإياكم زيارته في الدنيا والفوز بشفاعتي في الآخرة للإمام الحسن المشتبى عليه السلام خصائص عديدة وهذه الخصائص كانت على مستوى أخلاقه وكانت على مستوى خلقته هذا البرنامج سيتناول إن شاء الله تعالى خصائص الإمام الحسن المشتبى عليه السلام بما يسع له وقت البرنامج وإلا خصائصه عديدة وأكثر مما أن تحصى الإمام الحسن المشتبى سلام الله عليه له خصائص في خلقته المباركة في خلقته النورانية وهذه الخصيصة كانت متميزة للإمام الحسن المجتمع سلام الله عليه لم يشاركه أحد من أهل البيت سلام الله عليه عليهم فيها هذه الرواية وردت عن رسول الله صلى الله عليه وآله تبين كيف أن الله سبحانه وتعالى بدأ الخلق ويبين بأنه أساس الخلق وأول الخلق كان خلق نور وأنوار أهل البيت سلام الله عليهم وخصوصاً أنوار الخمسة أصحاب الكساء الله سبحانه وتعالى عندما بدأ الخلق بدأ بخلق نور هؤلاء الخمسة الأطياب الأطهار وافتق من كل نور من هؤلاء الأنوار الخمسة افتق منها شيئاً معيناً وخلق منها شيئاً معيناً حصة الإمام الحسن سلام الله عليه من نوره المبارك الذي خلق الله سبحانه وتعالى منه كما يبين رسول الله صلى الله عليه وآله في هذه الرواية المباركة في بداية الأمر يقول رسول الله صلى الله عليه وآله فلما أراد الله بدأ الصنعة يعني بدأ الخلق بدأ الكون فتق نوري فخلق منه العرش فنور العرش من نوري ونوري من نور الله وأنا أفضل من العرش هذا بالنسبة للنور رسول الله صلى الله عليه وآله كانت الحصة التي خلق منها من نور رسول الله صلى الله عليه وآله كان عرش الله سبحانه وتعالى إلى أن يأتي ويقول ويبين نور الإمام الحسن سلام الله عليه وماذا خلق من نور الإمام الحسن يقول ثم فتق نور الحسن سلام الله عليه فخلق منه الشمس والقمر فنور الشمس والقمر من نور الحسن ونور الحسن من نور الله والحسن أفضل من الشمس والقمر كل ما في هذا الكون كل حياة يشهدها هذا الكون جزء من الفضل يعود فيه إلى الشمس وجزء يعود منه إلى القمر هذه من الأسباب الطبيعية التي جعلها الله سبحانه وتعالى لإدامة الطبيعة لإدامة الخلق لإدامة الدنيا كما أن الله سبحانه وتعالى جعل الماء وخلق من الماء كل شيء حي وجعل الماء سببا طبيعيا لاستدامة الحياة لبقاء الحياة كذلك جزء من أسباب بقاء الحياة في هذا اليوم ويعودوا للشمس والقمر لا يمكن للإنسان ولا يمكن للحيوان ولا يمكن للنبات لا يمكن لأي شيء حي في هذا الكون أن يعيش بدون القمر وأن يعيش بدون الشمس رسول الله صلى الله عليه وآله يبين في هذه الرواية المباركة بأن هذا الشمس وهذه الشمس وهذا القمر خلقت من نور الإمام الحسن سلام الله عليه فالفضل فيها والفضل في تكوينها وخلقتها يعود إلى نور الإمام الحسن سلام الله عليه لو لا وجود الحسن ولو لا خلق الله سبحانه وتعالى للإمام الحسن لما كانت خلقة الشمس ولما كان خلق القمر فالناس في هذا اليوم يعيشون ببركة وجود الإمام الحسن ببركة نور الإمام الحسن الذي خلقه قبل الصنع وقبل الخلق وفتق منه الشمس والقمر كذلك من الأمور التي يبينها أهل البيت سلام الله عليهم بالنسبة لخلق الإمام الحسن وكيف كان حاله هذه الرواية رواية طويلة رويت عن عروى البارق حجشت في بعض السنين فدخلت مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله فوجدت رسول الله صلى الله عليه وآله جالسا وحوله غلامان يافعان وهو يقبل هذا مرة وهذا أخرى فإذا رآه الناس يفعل ذلك أمسكوا عن كلامهم حتى يقضي وطره منهما يعني حتى ينهي تقبيل هذين الشابين وما يعرفون لأي سبب حبه إياهما لا يعرفون لماذا أن رسول الله صلى الله عليه وآله يقبل هذا مرة ويقبل هذا مرة فجئته وهو يفعل ذلك بهما فقلت يا رسول الله هذان ابناك سأله هل هذين الشابين هم أحفادك هم أولادك فقال إنهما ابناء ابنتي وابناء أخي وابن عمي وأحب الرجال إلي ومن هو سمعي وبصري ومن نفسه نفسي ونفسي نفسه ومن أحزن لحزنه ويحزن لحزنه فقلت له لقد عجبت يا رسول الله من فعلك بهما وحبك لهما نعم نحن شاهدنا آباء يحبون أولادهم ولكن بهكذا محبة بهكذا تعلق لم نشاهد فلذلك تعجب من هذا الفعل فقال لي أحدثك أيها الرجل إنه لما عرج بي إلى السماء ودخلت الجنة انتهيت إلى شجرة في رياض الجنة فعجبت من طيب رائحتها فقال لي جبرائيل نحن نعلم بأن كل شيء في الجنة هو حسن جميل طيب رائحة ولكن هذه الشجرة كانت مميزة بين أشجار الجنة فقال لي جبرائيل يا محمد صلى الله عليه وآله لا تعجب من هذه الشجرة فثمرها أطيب من رائحتها فجعل جبرائيل يتحفني من ثمرها يعني يقدم لي شيئا من ثمر هذه الشجرة ويطعمني من فاكهتها وأنا لا أمل منها لا أمل كل ما أأكل من هذه الشجرة لا أمل منها ثم مررنا بشجرة أخرى من شجر الجنة فقال لي جبرائيل يا محمد صلى الله عليه وآله كل من هذه الشجرة فإنها تشبه الشجرة التي أكلت منها الثمر فإنها أطيب طعما وأسكى رائحة قال فجعل جبرائيل عليه السلام يتحفني بثمرها ويشمني من رائحتها وأنا لا أمل منها فقلت يا أخي جبرائيل ما رأيت في الأشجار أطيب ولا أحسن من هاتين الشجرتين فقال لي يا محمد أتدري ما اسم هاتين الشجرتين فقلت لا أدري طبعا رسول الله يدري ولكن يريد أن يعلم الناس يريد أن يعلم الناس حول هذا المضمون فقال إحداهما الحسن والأخرى الحسين واحدة من هذه الأشجار هي الحسن والأخرى هي الحسين فإذا هبطت يا محمد إلى الأرض من فورك فأتي زوجتك خديجة وواقعها من وقتك وساعتك فإنه يخرج من طيب رائحة الثمر الذي أكلت من هاتين الشجرتين فتلد لك فاطمة الزهراء ثم زوجها أخاك عليا فتلد لك ابنين فسم أحدهم الحسن والآخر الحسين لاحظوا هنا في هذه الرواية المباركة رسول الله صلى الله عليه وآله بعد أن بين بأنه عند قبل صنع الخلق وقبل صنع الكون وقبل إيجاد الخلق الإمام الحسن سلام الله عليه الله سبحانه وتعالى اشتق له نورا وفتق من هذا النور القمر والشمس وفي هذه الرواية المباركة بيّن بأنه الله سبحانه وتعالى جعل الحسن سلام الله عليه في الجنة على هيئة شجرة وجعل الحسين عليه السلام أيضا على هيئة شجرة وهي من أفضل أنواع الشجر التي كانت في الجنة لذلك كلما تسمعون وكلما تجدون بأن رسول الله صلى الله عليه وآله كان يشم الحسن ويشم الحسين هي إشارة إلى هذه الرواية المباركة التي كان رسول الله صلى الله عليه وآله يشمهما في الجنة جعلنا الله وإياكم من العارفين بحرمة الإمام الحسن المشتبى عليه السلام في الدنيا ومن الفائزين بشفاعته في الآخرة والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين اشتركوا في القناة